طيب احنا متفقين ان مباراة سانداونز هي الشغل الشاغل بالنسبة لكل جماهير النادي الاهلي مباراة بإذن الله بعد بقرة يوم السابت ساعة ستة مساء على استاد القاهرة الدولي بحضور تلاتين الف مشجع بإذن الله يكونوا مؤثرين في تحقيق نتيجة إيجابية تكون مريحة بإذن الله قبل مباراة القياب كلنا ثقة متنهية في الجهاز الفني في اللاعبين اللي كلهم جاهزين واللي ان شاء الله بإذن الله يكونوا موافقين في هذه المباراة الاستعدادات يعني متواصلة بشكل مميز جدا عارفين النادي الاهلي على مدار الأيام السابقة كان بيستعد لهذه المباراة بكل قوة بالتحديد بداية من يوم اللي كان مفترض يبقى فيه مباراة الكمة أو مباراة الاهلي والزمالك يعني في بطولة الدوري وما جالش اوتوبيس نادي زمالك فبالتالي الفريق اتمرن في استاد القاهرة كبداية الاستعداد لمباراة سانداونز استمرت الاستعدادات وبالتالي حتى اليوم الاهلي بيستعد بكل قوة ماران النهاردة كان في تمام الساعة 11 الصبح وماران كان اكيد من ضمن التدريبات المهمة جدا واكيد هو كمان كان ماران الرئيسي بخلاف انه هيكون بكرة طبعا الماران الاخير بالنسبة للنادي الاهلي لكن استعدادات ماشية بشكل جيد الكل متحمس جدا جدا وده اللي انا عايز اكد عليه الكل منتظر مباراة سانداونز بالتحديد بكلم على اللاعبين دلوقتي اللاعبين مركزين كل التركيز الجدية كلها موجودة الاستعداد كله على ما يرام يعني بإذن الله بإذن الله حيبقى بس ان التوفيق يكون حلفنا ان شاء الله التوفيق يكون حلفنا هنعمل مباراة جبيرة قوي ان شاء الله بإذن الله كمان هنعمل نتيجة كويسة خصوصا ان انت بتلعب على استادة القاهرة استادة القاهرة ده الواحد مرعب لأي منافس وكمان الاهم ان انت بتلعب وسط جمهور النادي الاهلي اقوى جمهور في الدنيا فأكيد ان شاء الله بإذن الله النسب بالنسبة لنا بإذن الله بإذن الله هتكون اعلى انا البس المتخوف منه في موضوع استادة القاهرة ده بصراحة يعني مش هخبي عليكم موضوع ان الملعب حلو فطالما الملعب حلو اللعبة جنوب أفريقيا دائما متعودين على النيجيلة الحلوة الكويس فربنا يستور يعني لكن في كل أحوال أكيد جودة الملعب هتساعدنا إحنا كمان لأن إحنا عندنا لعبة ممكانيات فنية ممتازة ومهارات عالية فإن شاء الله بإذن الله إحنا اللي تكون كفتنا أرجح في الفوز في هذه المباراة